دراسة جديدة أظهرت توصل العلماء لتفسير سبب معاناة بعض الأشخاص ممن أصيبوا بفيروس كورونا بالتهابات في أصابع أقدامهم فيما يعرف باسم أصابع كورونا وهي أحدى وسائل دفاع الجسم أثناء محاربة الفيروس الدورية البريطانية للأمراض الجلدية نشرت نتائج دراسة حديثة أشرت فيها إلى أن أصابع كورونا تحدث في أي عمر ولكنها أكثر شيوعا بين الأطفال والمراهقين وتكون على شكل طفح جلدي قد يكون مؤلما للغاية ومثيرا للحكا وظهور بثور تتورم عند اللمس هذا وتظهر الأعراض عادة في أصابع القدم ولكنها قد تصيب أصابع اليد أيضا كما تتسبب هذه الحالة بظهور نتوءات بارزة مؤلمة أو مناطق خشنة وصديد على الجلد خلصت الدراسة إلى أن أسبابا ثلاث تقف وراء هذه الحالة وفقا لاختبارات الدم والجلد وهي الجهاز المناعي والبريتين المضاد للفيروسات والأسام المضادة التي تهاجم عن طريق الخطأ خلايا وأنسجة الشخص وليس الفيروس فقط ويأمل الباحثون في أن تساعد هذه الاكتشافات المرضى والأطباء على فهم الحالة بشكل أفضل ومعنا في الستوديو أختصاصية الجلدية وتجميل الدكتورة نور لمعاني صباح الخير دكتورة أهلا سهلا فيك معنا نتحدث عن هذه الحالة أصابع كورونا بشكل عام شكرا يعني من المناسب الحديث عن علاقة الجهاز الجلدي بمرض كورونا والأعراض الجلدية المترتبة على هذا المرض طبعا هلأ صرنا سنتين متعايشين مع هذا الفيروس وأصبح لدينا كم لا بأس به من المعلومات بصدد هذا الموضوع فاكتشف أنه فيروس الكورونا له أعراض عديدة على الجلد يتعرض لها الأطفال والكبار على حد السواء من هذه الأعراض اللي هي أصابع الكورونا أو أصابع الكورونا هلأ المهم التنويه أنه هذه الأعراض مش حكر على مرض أو فيروس الكورونا فقط احنا بنشوفها بالعادة مع فيروسات أخرى وهي طريقة الجسم على محاربة هذا الفيروس ردة فعل الجسم ردة فعل نعم مثلا ممكن شخص يكون عنده التهاب بولي أو التهاب في المفاصل ونتيجة هذا المرض ردة فعل الجسم بتكوين رد فعل مناعي نعم بالأصابع ممكن يسبب بالأوعية الدموية الصغيرة بالأطراف ممكن بالأطراف هلأ ما هي الأصابع الكوفيد كيف بتكون أعراضها بالعادة بتكون فيه عندنا نتوآت حمراء أو مزرقة في الأطراف بالعادة أصابع القدم ممكن تكون بأصابع اليد بصاحبها تورم في الأصبع يعني إذا أردت تشبيهها ممكن أشبهها بالتثليج أو لسعة البرد اللي قد يصاب بها بعض الناس فيصاحبها الانتفاق بالأصابع مع إحمرار أو إزرقاق وهذه الشغلة بحب أنوه إنه هي شغلة ما بتظلها دائمة بتظلها بالعادة عرضية عرضية أسبوع أو أسبوعين نعم هلأ بس دكتورة بدي أسأل عن موضوع يعني حسب ما ذكر التقرير قبل قليل بأنه هاي الظاهرة وموضوع أصابع الكورونا بتصيب الأطفال أكثر منهم من الكبار نعم نعم تصاحب الأطفال أكثر من الكبار هلأ إذا إحنا بنفهم لماذا يحصل هذا العرض نعم أوكي الجهاز المناعي يحاول محاربة الفيروس يحارب الفيروس بتكوين أجسام مضادة الأجسام المضادة نفسها ممكن تترسب مع الفيروس فهي مع الفيروس بتشكل جسم هذا الجسم ممكن يترسب بالأوعية الدموية الصغيرة وإحنا عارفين أنه الأوعية الدموية في الأصابع هي تقريبا نهاية الأوعية فبتكون صغيرة جدا ورفيعة نعم فإذا ترسب فيها هذا الجسم المكون من الفيروس والجسم المضاد فيه ممكن يصير بشكل عرضي زي انسداد طفيف أو بطء في مرور الدم في هذا المكان نعم الشغل الثاني أنه ممكن يحصل اضطراب بحيث أنه الجسم بيكون هذا الجسم المضاد لكن الجسم المضاد لا يميز بين الفيروس نفسه وبين نسيج شبيه فيه بالجسم فممكن يصير يحارب النسيج اللي ممكن يكون حوالين الأوعية الدموية فبالتالي فبصير في عنا التهاب التهاب يعني هو بس أنه بصير شكل الأصابع أكبر مما هم عليه انتفاق إحمرار إزرقاق طبعا ممكن يكون مقلق بالنسبة للشخص اللي بيصيبه دكتورة هل تم تسجيل أي حالات استمر فيها لأسابيع طويلة هذا المرض أو هذا العارض نقدر نحكي لهو أصابع كورونا طبعا هلأ إحنا بنعرف أي عارض ممكن يصاحب الحالات البسيطة وممكن يكون يصاحب الحالات الشديدة هلأ بس أنا حبيت أنوه وجزء من هذا التنبيه أنه الأعراض الجلدية ممكن تكون هي أول عرض بصاحب المرض أول عرض من أول عرض طبعا وممكن هدول الأطفال المصابين بأصابع الكوفيد أثبت الدراسات أنه ما بيكون عندهم الأعراض الثانية ما في عندهم كحة ما في عندهم ضيق في النفس ما في عندهم حرارة فممكن يكون هو العارض الوحيد اللي ممكن ينتبه عليه الشخص فعشان هيك مهم أنه إحنا ننوه بالنسبة لهذه الأعراض ومش بس هو العارض الوحيد إحنا بنعرف أنه فيه أعراض عديدة وشائعة مثل الأرتكارية أو الشرية مثل أعراض شبيهة بالجدري أعراض شبيهة بالنخال الوردية يعني الفيروس الكوفيد 19 ممكن يصاحبه عدة أعراض جلدية بس مهم التنويه أنه الانتباه أنه ممكن هذا العرض يكون له علاقة بمرض الكورونا لكنه ليس تشخيصي يعني أنا ما بدر أحكي أنه شخص طلع له هذا العرض الأصابع الكوفيد أنه هو كوفيد نعم لأسف دكتور الوقت خلص معنا بهاي الفقرة ولكن سؤال سريع أصابع الكورونا لها علاج ولا هي عرض ويروح لحاله هي بمعظم الأحوال عرض ويروح لحاله نعم نشكرك إذن كانت معنا بالسوديو اختصاصية الجلدية وتجميل الدكتورة نور لمعاني شكرا جزيلا لك شكرا شكرا شكرا